ابرمت وزارة الاسكان لعقود النسخة التجربية لبرنامج تطوير حقوق الاراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي دشنته الوزارة كأحد المبادرات الرئيسية لاشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الاسكانية وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة الاسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان ومن جانب شركة النمل للمقاولات الدكتور كوريان فيرغيس بحضور وكيل وزارة الاسكان الشيخ خالد بن حمود الخليفة وعلى هامش توقيع الاتفاقية صرح سعادة وزير الاسكان بأن برنامج تطوير حقوق الاراضي بالتعاون مع القطاع الخاص ياتي ضمن مبادرات الوزارة المستمرة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السكن الاجتماعي بيهدف تحقيق الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية وتنفيذا للمحور المتعلق بهذا الشأن في برنامج الحكومة الموقرة مشيرا إلى أن البرنامج يعد أحد أبرز أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خاصة وأنه يعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي من جهة عرب سيد كوريان فيرغيس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مشيدا ببرنامج تطوير حقوق الأراضي الذي يتيح للقطاع الخاص الفرصة للاستثمار في توفير المشاريع مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة وكذا أن هذا البرنامج يمتاز بجدوى اقتصادية كبيرة ستسهم في تحقيق المنفعة المشتركة بين القطاعين الحكومية والخاصة أبرمنا اليوم والله الحمد أولى عقود النسخة التجربية لبرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية بالتعامل مع القطاع الخاص كأحد المبادرات الرئيسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي طبعا هذه النسخة التجربية أو هذه الاتفاقية تقضي ببناء 132 وحدة سكنية تحديدا فيلل بمنطقة اللوزي متضمة البنية التحتية الثانوية طبعا هذا البرنامج بالنسبة لنا يعد خطوة جديدة على صعيد تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين ولا سيما في الحقيقة أن هذا سيعزز من رؤية تقديم الخدمات الفورية للمواطنين التي تسعى لوزاة الإسكان لنا تقدمها من خلال توفير أو زيادة المعروض من الوحدات السكنية